معي مباشرة من عمان المحلل السياسي والأمن العراقي رعبد هاشب أهلا ومرحبا بحضرتك كيف تعلق على هذا الحراك التحقيق في تغم أو ارتكاب رشا وأموال تحت قبة البيت التشريعي تحقيق طيبة لكم المتابعين الكرام حقيقة واضح أنه مهرجان الرشا الذي ابتدعته جوقة من أعظام مجلس النواب حسب روج هي حقيقة تعطي انطباع انتكاسة خطيرة في الحال القانوني والتشريعي لهذا المجلس الذي وصل به الحال أن يخيب آمال الشعب الذي انتخب جانب من عدو جزء من عنده لأنه الجزء الأكبر من الإطار التنسيقي صعد بعد أن تراجع أو انسحب الصدريون أقول أنه المهزل الكبرى حقيقة أن يشهد أروقة مجلس النواب الذي هو يفترض أن يشرع القوانين ويشرع التشريعات التي تحفظ حقوق المواطنين هم غالبيتهم من تعرض حقيقة إلى هذه الوكسل القانونية هو الأدهى من هذا كله أنه عضو باللجنة التي تحدثت عنها حضرتك أستاذ أحمد مدرج على قائمة العقوبات الخزانة الأمريكية مدرج على قائمة الأرهاب هذا أمام المجتمع الدولي ليس فقط أمام العراق هو أرهابيا حقيقة أيضا الوقت قد داهمهم الجلسة يفترض أن تكون السبت لا أدري اللجنة كيف تريد أن تحقق بإدعاءات هنا وهناك حقيقة القضية تطول وربما أيضا يطول معها بس حقيقة دكتور عن عقادة الجلسة وهناك أزمة يعني إذا سمحت هذه النقطة أيضا بحاجة لكي نصلت ضوء عليها بشكل أكبر تحدث عن علاقات أمريكية عراقية يدرج هذا الاسم على قوائم الرهاب أو العقوبات أو يعني سميها ما شئت ويكون ضمن هذه اللجنة يعني كيف يمكن أن نصف ذلك يعني السياقات اللجان يفترض أن هناك قانونية ومالية أعتقد هو باللجنة المالية إن لم يكن هو رئيس اللجنة المالية فضمن السياق وربما الأمر يعني قد تم تهيئته قبل هذا الوقت قبل إصدار القرارات يوم أمس ساعة خمسة في توقيت بغداد ربما القرار أو الديباجة هذه معدة من قبل هذا التوقيت لكن يعني بالله عليك شخص مدرجة من قائمة الإرهاب ربما يسمى لدى البعض منهم أنه لديه توصيف قانوني أنه مقاوم ما شابه من هذا الموضوع لكن هي بكل الأحوال هي عليه أزمة أزمة أو عليه إشكال قانوني يساعد الإرهاب ويساعد دولة خارجية يعني بمثابة ما يوصف أو يقارن بالتجسس لصالح دولة أخرى يعني في أقل تقدير هذا الشخص يحيب في هذه الفترة كيف تتوقع النتائج يعني عموما هو يعني إذا كانت هذه هي المعلومات أو هذه الملامح الرئيسية يحكم بهذه المسألة سواء بانتخاب الرئيس الجديد لصالح الإطار التنسيقي على أن يكون بالتوافق أي برضاء الجانب الأكبر الشيعى للإطار التنسيقي الشيعي وعلاقات القوة تحكم في اختيار مؤنس واختيار حتى رئيس ميس النواب هذا ما ثبتت الأيام حقيقة ونتمنى أنه فعلا أن تكون هذه اللجنة مهنية بوجود هذا أو بدونه لكي يحسموا هذه الأزمة أزمة خطيرة هي ليست فقط يعني مسألة أنه تحقيق في قضية اختلاسات ورشة وأموال سائبة هي الأموال السائبة كلها رحت الإيران ظلت أموال سائبة يعني هي حتى التحقيق فيها حقيقة سمج ومج يعني هي كلها الأموال تهرب عبر طائرات شركة يعني حقيقة أخزي الموقف العراقي بهذه العملية والعملية الرشة وصلت إلى حد كبير حتى اليوم كنا نتحدث عن هذا الموضوع عن فساد طالح حتى صندوق استقرار العراق آلية اختيار رئيس مجلس النواب وحتى من آلية إدائي واضح فقدنا الاتصال ربما معامي سمعني سيد رعدها من الوقت وأسف جدا على المقاطعة إذن